وكان لقيام هذه الليلة نفس النتيجة لصيام رمضان ولقيام رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذل ذلك على أن قيام ليلة القدر وحدها يعدل في ثوابه وأجره صيام شهر رمضان وقيام ليل رمضان ثواب صيام رمضان الذي قال الله تعالى فيه من خلال الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كل عمل يقوم به ابن آدم له ثواب معلوم عليه إلا الصيام فثوابه لا يعلمه أحد إلا الله لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل أجر كبير وعظيم عند الله تبارك وتعالى ولذلك حينما تحدث ربنا تعالى عن ليلة القدر التي تعدل في ثوابها صيام الشهر كله وقيام الشهر كله قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لا تتوقفوا عند العدد عند عدد الألف لأن الله تعالى لم يقل ليلة القدر تساوي ألف شهر ولكنه تعالى قال ليلة القدر خير من ألف شهر أفضل من قيام ألف شهر ومن صيام ألف شهر فإذا قام العبد هذه الليلة إيمانا منه وتصديقا بأن الآمر هو الله والمؤكد عليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتسابا الأجر عند الله تعالى أي قامها مخلصا لله عز وجل كان له هذا الأجر الكبير الذي لا يعلمه إلا الله لذلك من حرم خير هذه الليلة فقد حرم ومن حرم خير رمضان فقد حرم ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له إذن علينا أن نتشبه وأن نقتدي بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أحواله وفي أفعاله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا العشر الأخير حينما يدخل العشر الأخير فقد مضى عشرون يوما ترجمة نانسي قنقر